أعلن مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية إعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وثلاثة من المديرين من مناصبهم القيادية في الشركة وذلك بعد ظهور نتائج التحقيق في انقطاع الخدمة الكهربائية مؤخرا في محافظة شرورة مشيرة إلى أن المسؤولين رصد عليهم تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم وبيّنت أن من أهم أسباب انقطاع الخدمة الكهربائية بشرورة عدم تنفيذ الصيانة اللازمة في أحد القواطع وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب مما أدى إلى اتساع الأثر وصولا إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية وأكدت أنها أخفقت في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في شرورة بكفاءة وموثوقية ترجمة نانسي قنقر